الرحمن الرحيم أعزائي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلا مرحبا بكم على قناتكم على قناتكم قناة النادي الأهلي وحلقة جديدة من الستوديو التحليلي والنهاردة حيكون المبارا مهمة جدا أمام شقيقه الهلال السوداني في خطوة جديدة نحو حفاظ النادي الأهلي على دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي إن شاء الله بعد تتويجه لو تفتكروا حضراتكم بنسختها 2020 و2021 وإن شاء الله تكون نسخة 2020 من نصيب النادي الأهلي العظيم وتكون إن شاء الله الحداشر بإذن الله قبل المنوح الماشي النهاردة عايز أتكلم على حاجتين كده شفناهم الأيام اللي فاتت أو سمعنا الأيام اللي فاتت عنهم وهي إن فوز النادي الأهلي واستمراره في العالمية بعد طبعا حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كسر عالم الأخير بيزعى لناس كتير قوي وعامل قلق لناس كتير قوي الناس دي مش قادرة تعمل زي الأهلي يعني قلنا كتير جدا اتعلموا من الأهلي خدوا أي حاجة حلوة من الأهلي ولكن لما هم مش قادرين بيحاولوا بقى يقولوا أي حاجة عن نادي الأهلي تسيق لصمعة النادي الأهلي شائعات ضد النادي الأهلي في البداية مثلا سمعنا واحد من الإعلاميين بيعلق ويقولك إيه طبعا ده ما عندوش فكرة مش عايز أقول زي كلام الشوارع ده ما عندوش فكرة عن أي حال خارس يقولك إن النادي الأهلي أكثر الأندية هزيمة في كاس العالم كاس العالم الأندية وده بصراحة نقوله إيه؟ يعني ده يتقاله إيه؟ مش هقوله لا تعليق لأن حتى حتى اللي بيجيبوا في البرنامج بيجيبوا عشان يضحك الناس عليه من الآخر يعني ومش هممني اللي بيجيبوا أو مش اللي بيجيبوا هيو هو أصلا البرنامج ده معمول علشان الرجل ده ييجي الناس تضحك عليه ده الأخ ده يعني معهش ابتدائية وبتعيرني أنا علشان أنا لسه مخدتش دكتوراه هو أسلوبه كده أسلوب للأسف أسلوب مش بتاع حتى واحد عنده خلفية عن الرياضة واحد عنده خلفية عن الكورة إحنا هنا بندفع عن النادي الأهلي بكل أدب ما بينسيقش الحد إنما لما نشوف حد بيسيق بنرد عليه بس مش بيقساقة بأدب واحترام اللي أنت بتقوله مش عايز أقول إن يعني واحد عنده خلل فعقله هو اللي يقول الكلام ده واحد ما بيفهمش في الكورة وما يعرفش في الرياضة هو اللي يقول الكلام ده إحنا بينكو بيننا وبينكو سنين كتير جدا ضوئية سنين كتير عبار ما تقولنا أو عبار ما تحصلوا النادي الأهلي وما فيه منافس للنادي الأهلي لا عايزين سنين وسنين وسنين خلصنا من كلام الإعلامي اللي بيجبوا ويتحاكوا عليه ده يعني أنا بقول إعلامي كده بس يعني عشان إيه أعديها هو طبعا مش إعلامي شكرا